موسيقى يسوع المسيح الذي بكى على أورشاليم يقول الكتاب المقدس أنه في يوم الناس يرجع إلى نفس المكان إلى جبل الزيتون وصوف ينشق هذا الجبل إن العيون التي بكت على هذه المدينة يقول عنه الكاتب إلى سفر الرؤية قال عيناه كلهيب نار أي للقضاء والدينونة فإذن ما هو حالك في هذا الوقت؟ هل تسمح ليسوع أن يدخل إلى حياتك ويتوج كملك وكرب على حياتك؟ كما ذكرت لم يأتي المسيح ليبني ملكوت أرضه ولا ملكوت سياسه لكنه سيرجع في يوم من الأيام ليدين الأحياء والأموات لكن هذا الملكوت يبتدئ الآن بقبولك المسيح ربا ومخلصا إن المشكلة الكبرى كانت في أورشليم هي عدم الإيمان وخطية الاستهطار وخطية الإزدراء بالمسيح يسوع وأنها مع أنها اختبرت كل قوة وجلال الله لكنها رفضت لربما هذه تكون الفرصة الأخيرة لربما الآن المسيح يريد أن يأتي إلى حياتك هل تفتح قلبك ليسوع المسيح؟ هل تسمح له أن يدخل إلى حياتك؟ وتتوجه هل تصرخ كما صرخ الشعب في القديم هو شعنه؟ آه يا رب خلص الآن إن أسرع طلبي الله يستجيب لها هي طلبة الخلاص أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك لأنه مكتوب ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إن المسيح الآن يقرع على باب قلبك إنه يريد أن يدخل إلى حياتك توجه ربا وملكا ما عليك إلا أن تصرخ وتقول يا رب ارحمني أنا أؤمن بيك أيها المسيح أقبلك كرب ومخلص لحياتي صل المسيح أن يأتي إلى حياتك ليحرك من قيود الخطيئة ليحرك من العبودية لكي يشفي ضعفك ومرضك لكي يلمس حياتك لكي يحقق مقاصده بيك لكي يغفر خطيئك لكي يكتب اسمك في سفر الحياة لكي تنال الحياة الأبدية بواسطة المسيح يسوع نعم إن المشكلة الكبرى هي عدم الإيمان بالواقع عندما دخل أرشليم رأى تيني لعن التيني لأنه ما كانش فيها ثمر أراد أن يعلمنا أنه الرب عاوز حياة مثمرة فهل تثمر تصنع أثمار طليق بالتوبة؟ هل تؤمن بالمسيح؟ هل تقبله؟ هل تتوجه ربا وملكا؟ إذا صليت هذه الصلاة بحب أسمع منك يمكنك أن تتصل يمكنك أن تكتب ويمكنك أن تتواصل معنا وصلي من كل قلبي أن المسيح الملك يدخل إلى حياتك اشتركوا في القناة